اشتركوا في القناة نادي الاتحاد السكندري غدا عارفين طبعا ان فيه اراحة لبعض اللعبين بناء على قرارات النادي الاهلي وكان قرار صائب جدا من وجهة نظري دي طبعا لقطات وصول اللعبين من اجل تأدية المبرأة بكرا ان شاء الله عندنا استعانا فارس بمجموعة من الناشئين واللعبين اللي هم العائدين من الاصابة واللي ما اخدوش مبرأة كتير والله يا اسام انا في الموقف اللي زي دي اين كان اللي حيلعب و اين كانت النتيجة احنا في ظهر الاهلي لان انا بشوف ان الموقف اللي النادي الاهلي بياخده حاليا كابتن محمود الخطيب زي ما قلنا حيطلع الساعة عشر كمان يكلمنا فيه اكتر اعتقد ده اللي احنا كلنا وراد الوقتي لان ده اللي اهم من حاجات كتيرة جدا يا اسامة وده اللي حيخلي النتاج في حاجات كتيرة قادمة فعلا يبقى على قدر اللي ان شاء الله بيتعمل للموسيم الجاية ان شاء الله وده طبعا جمهير النادي الاهلي بتدعمه بشكل كبير جدا وجمهير النادي الاهلي كانت يعني في منتظرة الموقف ودعمت الموقف والقرارات بشكل مهم جدا نتمنى اتحاد كرة القدم يكون حريص على يعني المنظومة اكتر من كده يكون حريص على وضع عدالة اكتر من كده خاصة ان الجميع اصبح الان يعترف ان فيه اخطاء واخطاء في اتجاه واحد واتحاد كرة القدم نفسه عقب اكتر من مرة على سوء مستوى التحكيم المصري فما تخدوش يا جماعة الامر بالعند خذوا الامر ان مصلحة اتحاد كرة القدم ومصلحة النادي الاهلي ومصلحة باقي الاندية الغير مستفيدة من اخطاء التحكمية هي العدالة البعض ممكن يستفيد من غياب العدالة لكن بالتأكيد هتلاق النادي الاهلي دائما وابلا حريص على ارساء مبدأ العدالة لان بالتأكيد البطولة اللي بتيجي من خلال تكافؤ فرص وعدالة هي البطولة اللي بتحسسك قد ايه بالنسبة لنا احنا اه ما نكلم عننا اه 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 انت فهمنا انا قلت البعض اللي بيستفيد من اخطاء التحكمية ممكن ما يكونش ده فارق معاه لكن ما زلنا في الملف سبب الازمة التحكمية والكابتن محمود عشور طلع بتصريح غريب او طلع ببوست غريب جدا ببعننا بنتكلم عن الكابتن محمود عشور يعني وضحنا لكم الامور في الاخطاء فراط الايل وفارقه لكن ايل لا حول ولا قوات الا بالله ولو نعرض يا جماعة ده البوست طبعا بيقول في انتظار نشر الاتحاد المصري لكرة القدم ما تم فيه تطبيق تقنية التسلل من غرفة الفار للتوضيح بالدليل صحة او عدم صحة الهدف وانا على استعداد بالاعتراف بالخطأ انا اعذروني يا جماعة الاخطاء الاملائية بس خلونا يعني انا اتأكدت ان هو الكابتن محمود عشور يعني بالخطأ بشكل رسمي وبتقرير كتابي للاتحاد بس تجنب الاخطاء دي اذا كنت اخطأت فيه تطبيق تقنية التسلل من خلال غرفة الفار حتى لا يتم اتهمنا بالباطل وهذا موجه لكل من يبحث عن الحقيقة والعدل والله كلام مهم جدا بس يا ترى ايه هو الاعتراف اللي عايز يعترف به الكابتن محمود عشور اعتراف ده معناه ايه فيه خطأ حصل ولا فيه متورط اخر ولا القصة ايه بالزبط الكلام ده بيحطنا قدام سيناريو المفترض يكون واحد لغير لو اتحاد كرة القدم يهمه زي ما بيهم النادي الاهلي النزاهة والعدالة والمصدقية لو اتحاد كرة القدم هيهمه ده يبقى المفترض التحقيق بشكل عاجل مع الكابتن محمود عشور عشان نفهم هو ده تهديد للاتحاد المصري لكرة القدم هو ده تهديد لأطراف المنظومة بشكل او باخر عايزين نعرف القصة ايه هو الراجل ده مظلوم وكان عنده توجه او حد ضغط عليه يقول كلام زي ده او ياخد قرار زي ده لان كل الناس اتفقت ان العين المجردة الكرة هدف فبالتالي اتمنى اتحاد كرة القدم يحاول ان ينقب نفسه من الشبهات ويعلن نتائج التحقيق في اسرع وقت مع الكابتن محمود عشور وإلا يا جماعة هيعترف واعتقد بقى كابتن محمود عشور مش محتاج تحقق معاه في اللعبة دي بس لان للامانة كابتن محمود عشور تاريخه التحكيمي مع النادي الاهلي اسود وده اقل ما يقال تاريخ تحكيمي بجد انا لو ما كانه كحكم وده تاريخ التحكيمي مع النادي الاهلي بالمواقف اللي احنا هنستعرضها لو ما كانه يغجل من تاريخه التحكيمي مع النادي الاهلي هنروح خلال المسم ده كابتن محمود عشور كان بطل افتتاحية ضياع النقاط من النادي الاهلي بعد سلسلة من الفوز المتتالي اكرم توفيق في مباراة فيوتشر لعبة تجاهلها تماما محمود عشور وكانت راكل الجزاء وهو حكم فار ايضا كانت راكل الجزاء مستحقة للنادي الاهلي وتم تجاهلها دي مباراة الاهلي والمصري طرد للعب اللي سجل الهدف مرتين كان يستحق الطرد في كرة زي دي طبعا تطبيق القانون ما كانش موجود من الكابتن محمود عشور كان حكم الساحة وفيه طرد تاني لنفس اللاعب في كرة مع محمد شريف واضحة جدا ودي راكلت جزاء من راكلتين جزاء تغادع عنهم الكابتن محمود عشور والكابتن محمد الحنفي السنائية اللي أدرت النادي الاهلي بشكل كبير ودي لقطة جزاء حسام حسن في نفس المباراة اللي كان فيها الكابتن محمود عشور حكم ساحة والكابتن محمد الحنفي حكم فار وايضا كانت خسارة نقاط في توقيت مهم جدا لو بصمات محمود عشور كانت موجودة الموسم ده فبصمات الظاهرة اللي دايما مش خفية ايضا كانت موجودة في لعبة لرامي ربيعة كلنا تكلمنا عنها وايضا حكم فار وعملية الدهس لقدم رامي ربيعة اعتقد محمود عشور كان لازم يشوفها وكمان ما شفهاش كالعادة ودي راكل الجزاء في مباراة الاهلي والاسماعيلي اللي حسمت الدوري بنسبة كبيرة جدا والمباراة انتهت واحد واحد وكان ايضا الكابتن محمد الحنفي ساحة محمود عشور حكم فار ما تشوف الصناية دي اعرف ان فيه كرسة بعدها بمباراة على طول يا فارس جابوا محمود عشور يكون حكم ساحة في مباراة الاهلي وامبي عدم احتسابه راكل الجزاء واضحة للنادي الاهلي رغم انه احتسب راكل الجزاء واضحة شبيهة صورة طبق الاصل لنادي امبي ده هنا المحمود عشور وايضا مباراة للاسماعيلي ولكن مباراة اخرى احتسب فيها على رامي ربيعة راكل الجزاء شفناه وهو بعد كده في مباراة اخرى كان موقفه مختلف تماما ده الكابتن محمود عشور خلاص احنا يعني عرضنا اكتر من صورة وده طبعا لما كان بيحاول يسترضي لعبي نادي الزمالك زي ما تكلم الكابتن سامير عثمان اعتقد يا جماعة الكلام واضح جدا واللي عايز يبحث عن العدالة هيلاقيها موجودة بشكل واضح جدا فنرجو التحقيق مع الكابتن محمود عشور واتطلعونا نتائج التحقيق على الصحة مجمل عمله اه لا لا اه لا مجمل عمله هيبقى صعب قوي هو مش عارف هيعترف بايه ولا بايه ده خلال اخر ثلاث سنوات فقط لغير قزمة التحكيم المصري النادي الاهلي اللي بيتضر منها وبالتالي النادي الاهلي قضيته عدلة في الدفاع عن حقوقه واعتقد اتحاد كرة القدم المصري لو عاوز ينقى بنفسه من اي شبهات لازم يكون في صف العدالة والنزاهة ما قلتش في صف النادي الاهلي لان النادي الاهلي ايضا في صف العدالة والنزاهة النادي الأهلي لأنه في صف العدالة والنزاهة ننتظر كلنا إذا كنا اللي بنتكلم فيه مهم فالقادم هو أهم وكلمة رئيس النادي الأهلي كابتن محمود إبراهيم الخطيب اللي نعدكم فيها حقائق دون المساس لأحد ودون التطاول على أحد كلمة طاليق برئيس النادي الأهلي والنادي الأهلي وأخلاقياته وما بدءه نشوفكم في حلقات جاية كتير والأهلي خطأ اشتركوا في القناة